قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أونروا عدنان أبو حسنة إن اكتشاف حالة إيجابية بمرض شرل الأطفال في قطاع غزة يضق جرز انظار خاطير وذكرت وكالة الأونروا أن الأوبئة التي بدأت تنتشر في قطاع غزة سيتضرر منها الجميع موضحة أن 90% من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية